حمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وخالد عبد فتاح ومحمد عبد منعم ومحمود متولي وعلي معلول وكريم الدبيس ورامي ربيعة وفي نص الملعب عمر السلية ومحمد مجد أفشا وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق وكريم ندفد وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو وبرستاو ومودست وكهرباء وردسليم بيغيب طبعا عن البعثة أو عن الفريق في هذه الرحلة محمد الشناوي وياسر إبراهيم وإمام عشور وآليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات للإصابة والتأهيل وعمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفالي لعدم القيد في أفريقيا شفنا إزاي فريق مازينبي وصل لهذا الدور مشوار الأهلي صاحب الـ 11 لقب والأرقام القياسية سواء في الظهور في الدور نصف النهاية أو في حيازة اللقب 11 لقب ما شاء الله لالي عايز يكمل الداست بإذن الله تعالى هذا الموسم لالي وجه سان جورجي الأسيوب في البداية فاز عليه الأهلي زهابا 3-0 وإيابا 4-0 يعني إذا كان مازينبي يكسب 1-3 لا لالي يكسب 3-4 في دور المجموعات الأهلي بدأ مع مدياما الغاني فاز 3-0 راح اتعادل مع يانجا أفريكنز في تنزانيا 1-1 وتعادل هنا مع شباب بالوزداد الجزائري 0-0 ورد الزيارة لشباب بالوزداد على طول اتعادل مع هناك 0-0 الفريق الوحيد اللي المباراتين خلصوا سلبيا مدياما والأهلي الأهلي خسر 1-0 من مدياما في غانا بس رجع الأهلي كسب يانجا أفريكنز هنا 1-0 وصعد الأهلي كأول مجموعته عشان يواجه مازينبي تاني مجموعته في ربع النهائي الأهلي وجه سيمبا التنزاني وكسبه سيمبا فاز هابا الأهلي فاز 1-0 رايح 1-0 جاي وكان الفريق الوحيد في ربع النهائي هو الأهلي اللي سجل هدفين واللي فاز زهابا وإيابا كان فقط النادي الآلي لأن هذا الدور في بقية البطولة اكتمل بالتعادلات وركلات الترجية ده كان هذا المشوار لصاحب الألقاب القياسية في هذه البطولة واللي زي ما قلتلكم بيأمل ويطمح إن شاء الله تعالى في تحقيق اللقب الاثناشر له وده هيكون رقم قياسي كبير جدا وهو رقب لو تعلمون عظيم ليه لأن الأهلي كل المواقع العالمية هذا الأسبوع والفترة اللي فاتت تتحدث عن الأهل المصري صاحب 149 بطولة متنوعة في كرة القدم الأهل الأهلي أكثر أندية العالم حصدا للبطولات الكروية المتنوعة هو الثاني أكثر الأندية عالميا في الحصول على الألقاب القرية خلف ريال مدريد لكن البطولات المحلية والقرية مجتمعة الأهلي عنده 149 لقب يجلس بها على عرش أندية كرة القدم في العالم عشان كده أعتقد البحث عن اللقب 150 يكون غالي جدا هنطلع لفاصل